لو بيدي يا حيين چين تبع لأمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابنو ميالحالي لاجه بينك وبيني بصوت المرح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسماه بالسماه بأحمد وفي الأرض أب القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج المولى صاحب الأمر لشفاء المرضى لقضاء الحوائج للرحمة للموتى لعافية الأحيا لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين ارفعوا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد أخواني هذه ليلة الجمعة المباركة ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ليلة الجمعة ليلة زاهرة ويومها يوم أغر الليلة واليوم إن ليلة الجمعة ليلة زاهرة ويومها يوم أغر فيهما ساعة اليوم والليلة فيهما ساعة قال الله على نفسه ألا يرد سائلا فيها فاسألوا الله بنيات خالصة قيل يا رسول الله وما أفضل عمل في الليلة واليوم ما هو أفضل عمل نأتي به في الليلة واليوم قال النبي الأعظم إن أفضل عمل يؤتى به في هذه الليلة وفي يوم الجمعة ليس هناك أفضل ولا أنمى ولا أطيب ولا أحسن ولا أكمل ولا أشرف ولا أزهى ولا أعلى من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة لم يبقى عليه من الذنوب ذرة الله صلى الله محمد وآله محمد نحن عندنا بالإسلام في الشارع المقدس رفع الأصوات مكروه كراهية شديدة عندنا القرآن يقول واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير النبي يقول ولالك الله يختبر الناس المؤمنون ما هي حقلك أنك ترفع صوتك فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي دائما بإخفات سواء بحضرة النبي أو إذا الله وفقنا وإياكم إلى زيارة النبي دائما الإنسان يكون متأدب بالصوت الخافت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يقول نهيتكم عن رفع الأصوات إلا في الصلاة علينا أهل البيت فإنه من رفع صوته بالصلاة علينا آل محمد لاحظ لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من رفع صوته بالصلاة علينا آل محمد يجني فائدتهم بالحال يأخذهما ما هما يا رسول الله قال أما الأولى تطهر القلب من النفاق والثانية تطهر اللسان من الكذب ببركة رفع الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وآله النبي الأعظم في ليلة الإسراء والمعراج هذه الليلة فلسفة الصلاة على محمد وآل محمد بركة الصلاة على محمد وآل محمد ما هي الفائدة التي نخرج بها من الصلاة على محمد وآل محمد ما أثر الصلاة على أسألة كثيرة كبيرة لانتهاء لها في هذه الكلمات المعدودة النبي صلى الله عليه وآله في ليلة الإسراء والمعراج رجاءً يا أخواني اللي في الداخل واللي في الخارج أعيروني أسماعكم هذه الليلة قرب إلى الله وإلى محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وآله النبي الأعظم في ليلة الإسراء والمعراج رأى ملك من الملائكة رأسه تحت تخوم العرش ورجلاه غاصت في الأرض السابعة وله تقول الرواية ستة آلاف جناح وكي كل جناح عشرة آلاف أصبع ويعد بسرعة رهيبة إذا حرك جناحي هذا الملك اهتزت المشارق والمغارب طيب الله يتفنن في خلقه النبي يعلم ولكن كم سائل عن أمر وهو به قال حبيبي جبرائيل ما هذا قال دن منه وسله يا رسول الله قال سلام عليك يا ملك ربي قال وعليك السلام يا نبي الرحمة من أنت؟ قال أنا المعد قال وما تعد؟ قال أعلم يا رسول الله وأنت العالم بعد الله بأنه ما خلق الله شيئا في سمائه ولا في أرضه من العرش إلى الفرش من الذرة إلى المجرة إلا وعندي ضبطه وعدده وحسابه فلا يفوتني شيئا أبدا من حجر من مدر من جين من إنس من شجر من أقلام من أمطار من هواء من أوراق من تراب مين من إلى أخر جميع خلق الله عندي ضبطها وعددها وحسابها ما يفوتني أي شيء منه لاحظوا السؤال واللي يريد راجع نور الأبصار للشبلنجي ليرى هذه الرواية الكبيرة قال له النبي هل فاتك شيء واحد لا تستطيع أن تحصيه؟ شيء واحد أنت ما تقدر تحصيه؟ قال نعم شيء واحد يا رسول الله قال ما هو؟ قال إذا اجتمع جمع من أمتكم ومحبيكم أهل البيت فذكرت أنت يا رسول الله أو أحد من أهل بيتك الأئمة الهدات الهادون المهديون الذين علاهم الله بتعليته وسما بهم إلى رتبته فارتفعت أصوات الذين كانوا الحضور بهذه الأسماء ارتفعت أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد فوالذي خلقني من العدم إلى الوجود فإن الرحمات والحسنات التي تنزل عليهم لا أستطيع أن أعدها أبدا الروايات في الصلاة على محمد وآل محمد كبيرة وكثيرة يا مؤمنين من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة لأن من الذي صلى على النبي تعال ارجع إلى بدء الخليقة الله سبحانه وتعالى خلق نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنطقه قال من أنا قال أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك قال وأنت حبيبي وصفوتي من خلقي ها الكلام من بين الله وبين من حبيبه رسول الله قال أنت حبيبي وصفوتي من خلقي أصلي عليك والملائكة والمؤمنون وبهذه الصلاة أعتقهم من النار ببركة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآل محمد لذلك النبي يقول كلمتان خفيفتان باللسان فقيلتان بالميزان لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والنبي صلى الله عليه وآله معروف في جميع الصحاح قال لا تصلوا علي الصلاة البتر لا تصلوا علي الصلاة البتر قيل يا رسول الله وما الصلاة البتر قال أن تقولوا اللهم صل على محمد فتمسكوا قالوا إذا ما نقول قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد المسماء الصلاة الإبراهيمية قيل يا رسول الله وإنه ليشق علينا هذه صلاة طويلة قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وآل محمد وآل محمد طيب يا رسول الله السؤال الثاني إذا صلينا عليك الصلاة البتراء واحد والله يتعمد إذا صلينا عليك الصلاة البتراء قال من صلى علي الصلاة البتراء رجعت عليه صلاته فلعنت أخواني لا تنفصل العطر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملت تلازمة لذلك الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآيات ذهب جمهور من المفسرين من الفريقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا شنو صلوا عليه بعد وسلموا يعني على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه النبي الأعظم يقول من صلى علينا صلوا على محمد وآل محمد النبي الأعظم يقول من صلى علينا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة مئة مرة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هذه شنو أثرها لاحظوا أخواني أنه من قال اللهم صل على محمد وآل محمد في ليلة الجمعة مئة مرة وعجل فرجهم ومئة مرة في يوم الجمعة أيضا هذا طبعا لا أقل لها عندنا في كل يوم يا أخواني ولكن تخصيص في ليلة الجمعة ويوم الجمعة من قال مئة مرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يقول رسول الله قضى الله له ستين حاجة ثلاثون حاجة من حوائج الدنيا وثلاثون حاجة من حوائج الآخرة أيسر ما في حوائج الآخرة أنه يدخل الجنة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله النبي الأعظم أنتم لاحظين في خطبة شهر رمضان إذا تستذكرون النبي صلى الله عليه وآله يقول جاء أو أقبل عليكم شهر عند الله أفضل الشهور أيامه أفضل الأيام ساعاته أفضل الساعات ثم يسترسل النبي لاحظ يقول أنفاسكم فيه تسبيح صحيح ونومكم فيه عبادة كيف تكون عبادة شلون أنت نايم وقعد تعبد الله سئل النبي قيل يا رسول الله عرفنا بأن الأنفاس تسبيح التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من قالها مرة غرست له من شجرة طوبة غصنا في الجنة له فيها ظلال وارث يتبوأ منها ما يشاء وما تشتهي الأنفاس تصور في مرة واحدة في مرة واحدة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا شباب يا مؤمنين الذين غافلين عن ذكر الله هذه الدنيا ما أخذتهم بالزاه واللاعب لا يذكر الله لا يسبح الله بعيدين كل البعد باستعدي الحبيب يسمع له شريط وشريطين وثلاثة وعشرة هذا المطرب الفلان ينزل هذا باستعدي يقعد جدام التلفزيون بالساعات يضيع الأيام والليالي يستخسر أنه يصلي على محمد وآل محمد يستخسر أنه يسبح الله والقرآن واضح صريح بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قيل يا رسول الله ما أفضل الأذكار قاطبة عند الله احنا عندنا ما شاء الله هذا صاحب المفاتيح ضياء الصالحين أدعي كثيرة كبيرة قال رسول الله والله النبي يقسم وهو الصادق المصدق بأنه لم أرى ولم أسمع ولم يوحى إلي بأفضل من دعاء اللهم صلي على محمد وآل محمد صلوات الله وإن لله ملائكة ملائكة حول العرش حول الكرسي في الجنان ما تسبيحهم شلو التسبيح الذين أمر الله الملائكة شلو تسبيح هؤلاء الملائكة الذين لا يستحسرون ولا يفترون عن أمر الله تسبيحهم اللهم صلي على محمد وآل محمد صلوات الله سوف أرجع في كثير من الأسئلة لكن دعوني أقول لكم شيء فالنبي يقول أنفاسكم فيه تسبيح بعد نومكم فيه عبادة قالوا له كيف العبادة يا رسول الله قال إذا نام المؤمن في نهار أو ليل شهر رمضان الآن حطيت رازك على الوسادة ونمت بعث الله في الحال لمن الخطاب مع من يا مؤمنين مع المؤمنون مو مع الغافلين مو الذين ما أخذتهم الدنيا بغفلتها الخطاب للذي يعرف محمد وآل محمد للذي يحترم محمد وآل محمد للذي يقدر محمد وآل محمد للذي يضع محمدا وآل محمد في مراتبهم التي رتبهم الله عليها المسألة ليست لقلقت لسان المسألة تطبيق بالأركان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة تطبيق مو فقط كلام أنا أتكلم لا فالنبي صلى الله عليه وآله يقول إذا نام المؤمن العبد المؤمن في شهر رمضان بعث الله في الحال له ملكان الملك الأول يستغفر الله له والاستغفار مقبول ولا مقبول من الله عن الملك لأنه من أفضل الأعمال الاستغفار أما الملك الآخر فيصلي على محمد وآل محمد ويهدي ثواب هذه الصلوات وهذا الاستغفار لهذا العبد المؤمن النائم إلى أن يستيقظ ببركة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله faster than Allah والاستغفار ولاحظوا الملاحظة الكبرى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها العملاق الكبيرة الزهراء وإن شاء الله نتوفق في ليلة من الليالي نستعرض خطبة الزهراء بالتفصيل حتى نحلق في رحاب الزهراء سلام الله عليها حتى نحلق فيه ركاب هذه الخطبة الكبيرة التي تعتبر مدرسة من مدارس أهل البيت صلوات الله وسلامه على المجمعين ولكن بالمختصر وما يفيد الموضوع الزهراء تستعرض في خطبتها جعل الصيام كذا جعل الخمس كذا جعل الجهاد كذا جعل كذا ثم تقول وجعله لاحظ كلام الزهراء اسمع يا مؤمن وجعل صلواتكم علينا يعني أهل البيت أنتم المؤمنون وجعل صلواتكم علينا شنو هي رحمة لكم ففي الصلاة على محمد وآل محمد رحمة للمؤمن وجعل صلواتكم علينا رحمة لكم بعد وكفارة لذنوبكم يقول النبي الأعظم إن هناك من الذنوب ذنوبا كبيرة لا تستطيع لجبال على حملها لا يكفرها ولا يزيلها إلا كفرة الصلاة على محمد وآل محمد صلواته الله وآل محمد وآل محمد هل عملق محمد وآل محمد شنو بعد هالنظر لمحمد وآل محمد جاء رجل إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه دعونا نستعرض جملة من القصص من الروايات جاء رجل إلى الإمام الرضا بلغنا الله وإياكم زيارة وفي الآخرة شفاعة هذا الإمام الرغيب هذا الإمام الرؤوف قال مولاي أنا تائب إلى الله وإليكم أهل البيت والله لم أرى ما يقبل به التوبة غيركم قال وما قدومك علينا ليش قال حديث سمعتهم بالمسجد الآن أنا كنت بالمسجد سمعت أحد الخطباء يقول لا تقبل التوبة إلا بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه وعليم أجمعين طيب ما حاجتك قال والله أنا مذنب عندي ذنوب كبيرة عندي ذنوب كثيرة هذه مجالس الحسين فرصة للتوبة يا مؤمنين إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة والحسين من يصلي عليه الله والملائكة والمؤمنون ومحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه وعليم أجمعين تقربوا إلى الحسين افتحوا قلوبكم للإمام الحسين قدموا التوبة للإمام الحسين فإنها مقبولة والله يا مؤمنين مولاي أنا عندي ذنوب كبيرة قال أيهما أفقل ذنوبك أم جبال الأرض قال والله أتصور ذنوب أفقل قال أيهما أكثر ذنوبك أم نجوم السماء قال ابتكر ذنوب هشي مسوي هذا والآن أنا تائب إلى الله وإليكم أهل البيت دلني على طريق إن فعلته تاب الله علي من ذنوبي فإني تائب إليكم أهل البيت قال له اذهب وارجع حقوق الناس هذا واحد يا هذا إن لم تجد ما تكفر به عن ذنوبك فإني سمعت أبي عن آبائه عن أجداده عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم عن الله تبارك وتعالى قال من لم يجد من عبادي ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدمى وإحنا ما على أسف أعيد وأكرر نضيع الأيام والليالي والساعات الإمام جعفر بن محمد الصادق عميد المذهب اسمعوا يا مؤمنين اسمعوا يا شيعة علي يقول والله يحلف الإمام يقول والله لو علم الناس والمسلمون والخواص من شيعتنا ما لفضل الصلاة علينا أهل البيت لما توقفوا ولما تفترت ألسنتهم وشفاههم عن كثرة الصلاة علينا محمد وآل محمد صلوات الله قيل له يا ابن رسول الله وما فائدة الصلاة عليكم الصلاة على محمد وشنو فائدته؟ قال تريدون دنيا أم آخرة؟ قال يا ابن رسول الله عطنا الاثنين قال أم ما في الدنيا؟ اسمعوا يا مؤمنين اسمعوا فائدة الصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الدنيا اللهم صلوات الله أحسنت يا ولدي أحسنت يا ولدي اسمعوا الفائدة يا مؤمنين قال أم ما في الدنيا من أكثر الصلاة علينا أعلى البيت نور الله وجهه هذا أول واحد ترى نور 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 إلهي يقذفه الله في وجه ذلك المؤمن الذي يكثر الصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليهم قيل يا ابن رسول الله زدنا قال كثرة الصلاة علينا أهل البيت من ماتا للرزق اللي يريد طلب الرزق يريد رزق يكثر يكثر الصلاة علينا أهل البيت قال قيل زدنا يا ابن رسول الله قال كثرة الصلاة علينا أهل البيت تبعد الأمراض والهموم والغموم قيل زدنا يا ابن رسول الله بعاد في هذه الدنيا قال والله من أكثر علينا الصلاة أعلى البيت ما طلب الله حاجة فلأن الله لا يرد له حاجته ببركة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم قيل يا ابن رسول الله طيب ثم النبي ثم الإمام جعفر بن محمد يردف تكملة هذا الحديث قال وكل دعاء محبوس في السماء الدعاء محبوس في السماء إن لم يكن فيه اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلم لأنه مفتيح السماوات الصلوات عليهم صلوات الله وسلم لذلك عندنا من الاستحبابات بل الواجبات الكبرى بأنك في الدعاء تقدم في رأس الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله بحق محمد وآل محمد فإنه من بدأ دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد وختم دعاءه بالصلاة على محمد وآل محمد استجاب الله له الدعاء مرتان مرة في الدنيا وثانيا في الآخرة وإنه لفي الآخرة ليجد أثر ذلك سريعا عند تطاير الكتب والميزان وعلى الصراط يأتي ملك تقول الرواية اسمعوا يا مؤمنين يأتي ملك في يوم القيامة يخلصك من عرصات يوم القيامة أخنا ضرب بك مثال بالمثال يعرف الحق بالمثال يعرف الحق تصور أنت رايح إلى وزارة من وزارات تبي تخلص هذه المعاملة هل تبي تخلص هذه المعاملة أنت متأكد أن هذه المعاملة يبي لها على الأقل أسبوع عشرة أيام يالله تخلص تطلع من هذا المسؤولي ووقع هذا المسؤولي دقيقه هذا تروح إلى الطباعة تروح إلى الوارد ترجع إلى الصادر كذا وشايفين هذه البنقراطية الطويلة العريضة طيب أنت تتصور أنه أنت تدخل على هذا المسؤول صديق لك كذا يعرفك يقولك أهلا وسهلا ومرحبا اجلس تفضل بالمكتب ثم هذه المعاملة اللي تخلص بعشرة أيام أنت قاعد في البراد وخلنا نضرب مثل أكثر أنه أيام صيف وحر وكذا أنت تكون قاعد على المكتب شارب استكانة جهايب شارب ماي وهذا يروح يخلصها لك في نص ساعة أنت شكدر تكون مسرور تقول والله الحمد لله يعني هذه اللي عشرة أيام وكذا هذه خلصت في نص ساعة هذا المنظر انقله يوم القيامة تقول الرواية يأتي ملك يوم القيامة يأخذ هذا المؤمن يقول تعالي يلا معاي أنت إلى أين يخلصه من تطاير الكتب من الميزان من الصراق يدخله الجنة يقول له هذا قصرك بالجنة يقول تعال تعالي تعالي من أنت يرحمك الله أنت من خلصتني من هذه العرصات وين الناس واكفة في المحشر بعدها قال أنا كثرة صلاتك على محمد وآل محمد جسدني الله بصورة ملك لهذا اليوم فإنك تدخل الجنة ببركة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم عرفت الفائدة عرفت البعد يا مؤمن يا شباب لا تقرنكم الدنيا بغرورها تقربوا إلى محمد وآل محمد لا تضيعوا محمدا وآل محمد فوالله ان ضيعنا محمدا وآل محمد ضعنا في الدنيا والآخرة والله إذا ضيعنا محمدا وآل محمد ضعنا في الدنيا وفي الآخرة فلنتقرب إليهم صلوات الله وسلامه عليهم فلم يخلقوا الله بأكرم ولا أعز ولا أعلى منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم العباد المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأجل آية الله سبحانه وتعالى رفع فيها شأن آل محمد هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله وسلم على محمد وآل محمد زين مولانا بس احنا توسلنا بمحمد وآل محمد بس احنا صلينا على محمد وآل محمد لا اسمعات الأنبياء بكليتهم يا مؤمنين من آدم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآل وسلم كلهم توسلوا بالصلاة على محمد وآل محمد وقبل ما أعطيك الروايات خانا أعطيك المصادر علشان لا أحد يعترض ولا اسمع كلمات من هنا ولا كلمات من هناك أعيد فضائل الخمسة كنز العمال مستدرك الحاكم مسند أحمد بن حنبل الصواعق المحرقة لابن حجر نور الأبصار للشبلنجي ميزان الاعتدال للذهبي الرياض النظرة للطبري المناقب للحافظ الخوارزمي نزهة المجالس للبيهقي صحيح مسلم صحيح البخاري سنن أبي داود الترمذي النسائي لسان الميزان الإمامة والسياسة لابن خاذ به الدر المنثور للسيطي هذه بعض المصادر الذي تذكر فضائل الصلاة على محمد وآل محمد من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والملائكة بأن الصلاة على محمد وآل محمد شافعة ومشفعة وقاضية للحوائج في الدنيا والآخرة الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله محمد آدم النبي أبدأ آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام معروف القصة أفتكر على استعرضها قبل أيام بأنه الله سبحانه وتعالى أسكنه وزوجه الجنة قال لا تغرب هذه الشجرة فوسوس لهم الشيطان في القصة المعروفة الله سبحانه وتعالى أنزلهم تقول الرواية بكى آدم على ذنبه ألف سنة بكاء شديد آدم وين قعد وين وصل إلى أرض عرفات لماذا سميت عرفات؟ لأنه اعترف بذنبه سميت عرفات الجبل شنو اسمه؟ جبل الرحمة ليش؟ لأنه نزلت رحمة الله على آدم في هذا الجبل والأرض اسمها عرفات لأنه آدم اعترف بذنبه يا مؤمنين زين آدم وين جالس على جبل الرحمة تقول الرواية يبكي بكاء مرة يريد من الله المغفرة وإذا بجبرئيل قد نزل عليه بأمر الله قال يا آدم وما يبكيك كل هذه السنين سنين طويلة ألف سنة بكاء قال والله إني لأبكي لطلب الغفران والذنوب من ربي أبي المغفرة الله يغفر لي قال يا آدم أين أنت من الأسماء التي قد رأيتها مكتوبة على ساق العرش؟ انتبه آدم أول من دعى بهذا الدعاء لكن جبرئيل قال يا آدم لا تنسى بأن تفتدح دعاءك بالصلاة على محمد وآل محمد فإني قد جئتك من قبل الباري وهو وكاتب على ساق عرشه من لم يصلي على حبيبي وأهل بيته رددت دعاءه فورا يده آدم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين ببركة الصلاة عليهم إلا ما غفرت لي يا أرحم الراحمين وإذا على طول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد إبراهيم النبي اختصاراً للوقت لأن أنا وراي سيرة أيضاً فأستبيحكم عذراً وإن شاء الله إن شاء الله الموضوع له تكملة أكبر من هذا لأن فلسفة الصلاة وأسرار الصلاة لا يدركها كل ذيله وخاطب الناس على قدر عقولهم أخاف أقول كلمات بعد واحد يتكلم شيئاً صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد إبراهيم النبي إبراهيم النمرود طبعاً إبراهيم كسر الأصنام خل كبيرهم فقط خل كبير من الأصنام خل رجعوا قالوا من فعل هذا بأصنامنا قالوا سمعنا فتن يقال له إبراهيم جابه قالوا لي يا إبراهيم أنت فعلت هذا بأصنامنا قال أنا ما فعل اسألوا كبيرهم هذا لأنه ترك متعمل قال هذا اسألوا اسألوا هذا الكبير الصنم العود سألوا هل هو الذي هل أنا فعلت ثم قال لهم ويلكم وكيف هما التفت وقالوا وكيف نكلم من لا يتكلم أين عقولكم أنتم قاعدين تعبدون الأصنام عقولكم أين أراد أن يحرك عقولهم إلا أن الذي غلبت عليه شقوته دائماً هكذا يا مؤمنين يحتمون بالعصبية قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم يلا جيبوا إبراهيم شبوا نار النمرود متحسب أنه حطوا له عويدات وكذا لا نار يقول الإمام الباقر كانت نار النمرود تأكل الطير على سبعة فراسخ نار مهولة وتصور أن هذه النار كان إبراهيم مو شاله اثنين وحطوه بالنار يحرقون لا وضعوا إبراهيم بالمنجنيق يقذفونه وقذفاً لأن ما حد كان يقدر يتقرب إلى النار من شدتها من حرارتها من قوتها من هولها جابه نبي الله إبراهيم كتفوا يديه ورجله حطوا بالمنجنيق رموه الآن إبراهيم طار في الهواء لاحظوا تصور هذا المنظر في الهواء جاءه جبراهيم قال له يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال منك لا منك أنت يا إبراهيم لا ولكن من ربي نعم قال إني ما أرسلت إليك إلا من قبل الله فسألني كيف قال له وكيف أنجو من هذه النار الآن قال بكثرة صلاتك إبراهيم سألوا نبي الله إبراهيم ما أوصلك إلى مرتبة الخلة شلو أنصرت خليل الله شلو أنصرت خليل الرحمن قال والله ما أوصلني إلى مرتبة الخلة إلا كثرة صلاتي على محمد وآل محمد صلوات الله وسلم الآن إبراهيم في الهواء بدأ يهوى ينزل إلى النار وإذا إبراهيم يرفع يديه اللهم صل على محمد وآل محمد أي ربي بحق محمد وآل محمد الذين خلقت كل شيء لأجلهم نجني يا الله تقول الرواية وإذا بالنداء يا نار كوني بردا فاستكت أضراسه من شدة البرد ثم عقب وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه النار ببركة محمد وآل محمد صلوات الله وسلم وآل محمد وآل محمد وآل محمد زين هذه النار اش كثر ظلت مشتعله في الرواية أقل رواية عندنا ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر النار انطفأت قالوا خنروح نشوف إبراهيم نبي الله إبراهيم شنو بقى من عظام شيء بقى منه شيء راحوا وإذا نبي الله إبراهيم فارش السجادة وساجد لله وإلى جنبه الثمرات وإلى جنبه ماء من الكوثار يعبد الله يصلي لله يسبح الله يقدس الله ويصلي على محمد وآل محمد صلوات الله وسلم موسى النبي حتى نطلع بعدين بالنتيجة حتى أستنتج لكم استنتاج جميل جدا موسى نبي الله هذا الذي أكثر ما ذكر بالقرآن نبي الله موسى مئة واثنعش مرة مئة واثنعش مرة ذكر نبي الله موسى لأن قصص نبي الله موسى كبيرة وكثيرة نبي الله موسى ما كانت الأداة التي عنده شنو عنده من تسع الآيات العصر واحدة من تسع الآيات ما هي العصر مات الك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يقول الإمام الصادق 72 مأرب لهذه العصات 72 مأرب كان موسى إذا جاع تخرج له الثمر في الحال هذه العصات شنو يشته نبي الله موسى في الحال تخرج له الثمر كان إذا ضاع تدله على الطريق مرة صير ثعبان تلقف ما يأفكون من سحرة ثرعون ومرة لا والله يحارب فيها نبي الله موسى فدخل موسى في القرية فاستصرخه الذي فاستنصره الذي من شيعته على الذي من عدوه يقول القرآن الكريم فوكزه موسى لدارس بلاغة يعرف لغة العربية فوكزه يعني ضربه ضربة خفيفة على جنبه وإذا هذه العصة بهذه الوقس تقتل رجل من شدتها وهناك له كثير من المآرب هذه العصة كانت تعينه نبي الله موسى لما استسقى إلى بنتي شعيب راح لما خرج من ال داهب إلى بيت المقدس رأى امرأتين تذودان قال لهما لماذا لا تذهبان إلى الورد قال لا نصر حتى يصدر الرعاة نحن ما نأخذ الماء حتى هذو يروحون راح لهم نبي الله موسى قال لهم اتنحوا كان القعر بعيد البئر بعيد القعر وكان بشنو يطلعون الماء بجلد البعير شايف هذه الجلد البعير كبير تقول الرواية كان أكثر من أربعين واحد يجرون حتى شنو يطلع الماء يجيبون الماء قال لهم نبي الله إبراهيم تنحوا وأنا الآن سوف أسقيكم لوحدي قال له شلون لوحديك احنا أربعين واحد يلا نجر هذا شلون قال أنتو لا عليكم ولكن بشر إذا أنا أخرجت الماء أسقي لهاتين الفتاتين وبعدين أنتو شرفوا قولوا ما يخالف خنشوف الله هذا شنو يبي يساهم تقول الرواية فأنزل الدلو هذا الجلد البعير ثم وضع العصى فقال بها هكذا وإذا بالماء قد تفايض من وقته وساعته عصى موسى هذه التي كان يفلق بها البحر يضرب فيها البحر فيكون كالطود العظيم عصى موسى بالنهاية خنعطيك من الآخرة عصى موسى شنو اللي كان يشقلها شنو السر اللي كان موسى يقوله نبي الله موسى حتى هذه العصى تشتقل والعصي وايد الله قال له الآن سوف تلقى عصى أخذها ألقف أشيلها هذه العصى ما هي وما هو سرها يسأل الإمام ما سر عصى موسى وكيف تعمل هذه الأعمال الكبيرة قال وأيم الله لقد أوحى الله إلى نبيه موسى يا موسى إنك لا تستطيع أن تعمل شيئا بهذه العصى إلا بالصلاة على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآله محمد الله الله عيسى النبي الذي كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ما هو السر الأكبر لنبي الله عيسى كيف تكلم بالمهد صبيا وكيف أمه مريم هزت بجذع النخلة فتساقط عليها رطبا جنيا أنا أقسم وأنا على منبر رسول الله بأنه ما كان لهم ذلك إلا بكثرة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم كلما دخل عليها زكريا المحراب مريم وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا من وين لك هذا الرزق قالت هو من عند الله قيل لها وكيف يأتيك هذا الرزق قالت بكثرة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم من هنا يا مؤمنين بأن محمدا وآل محمد هم الرحمة الكبرى المهدات للسماء والأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمون الذين الله ربهم وليس هناك هداية تتقرب بها إلى الله وتصديقا إلى الله وعملا إلى الله إلا ولا يتقبل العمل بهم إلى الله إلا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وآل محمد لذلك الشافعي ما فلتت منه هذي النقطة الشافعي ما فلتت منه هذي النقطة يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم بل لم يصلي عليكم لا صلاة له الله صلي على محمد وعلي محمد خلتكون أي صلاة ساهي ناسي متعمد من دون الصلاة على محمد وآل محمد الصلاة باطلة لا يقبل الله الأعمال إنما الأعمال بالنيات اعلموا أيها الناس بأنهم باب حطة محمد وآل محمد من دخله كان آمنا فالله الله في محمد وآل محمد الله الله بالتقرب الله الله بالعمل لمحمد وآل محمد الله الله بالدفاع عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين أمرنا الله بالتمسك بهم ألاحظ أصحاب هذه الليلة كيف تمسكوا وطبقوا هذه الآية تطبيقاً مو بس أنا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد وأنا أفعل المنكرات والعياذ بالله اللهم صل على محمد وآل محمد وأنا كذاب اللهم صل على محمد وآل محمد وأنا أسرق أموال الناس لا العمل يا مؤمنين وأهل البيت يجب أن نقتفي أثرهم لأننا لا نجد أطهر ولا أنزه ولا أجمل ولا أكمل ولا أحسن من جمال محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا هؤلاء الأصحاب هؤلاء الأبطال هؤلاء الصفوة هؤلاء الذين قد اختارهم الله الإمام الحسين يقول لم أجد أصحاباً كأصحابي ما أجد أفضل من أصحابي على وجه الخليقة أبداً ما خلق كأصحاب الحسين صلى الله عليه وسلم حتى بعض أصحاب رسول الله في بعض المحارك نحاشوا منهم من وقف جنب الجبل يوم أحد ومنهم من قال لما قال في يوح في أحد الحروب قال للنبي الله أطلع معنا قال يا رسول الله بيوتنا عورة القرآن يكشفهم ويقول وما بيوتهم بعورة بيوتنا عورة ينحاشون ويجي شاء الله ليلة لكي نعرف كيف هذه الأبطال من صمد لهذه الحروب وهو مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولنا في ليلة غد وقفات ووقفات مع نور الولاية العظمى أعني بذلك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في منقلبي ومثواي أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم من نذجي شفاعته وولايته أعني بذلك علي بن أبي طالب صلوات الله وسلم صل على محمد وعلي محمد لذلك مو كل الأصحاب كانوا لكن أصحاب الحسين كانوا على قلب رجل واحد لم يشذوا عنهم أحد أبدا الإمام الحسين وصل إلى كربلة طوقه الجيش العموي الإمام الحسين بعث برسالة وهو في الطريق إلى حبيب ابن مظاهر الأسج حبيب الحسين شيخ الأنصار هذا البطل المجاهد المجالد في سبيل الله هذا الذي هو بواب الحسين هذا الذي هو يسجل زوار الحسين يا حبيب الحسين سجلنا من زوار الحسين يا حبيب الحسين سجلنا من زوار الحسين الإمام الحسين بعث برسالة لمن؟ لحبيب أما بعد يا عمنا يا حبيب فلقد نزلنا أرض كربلة فلا تقصر بالنصرة عنا تقول الرواية حبيب كان يتقدى مع زوجته أم القاسم طرق الباب الباب طرق قام حبيب فتح الباب استلم الرسالة فتحها تقول الرواية تساقط الدموع بدأ يبكي حبيب أم القاسم قالت له يا حبيب وما يبكيك شافت يشيل الرسالة يقبلها يحطها على عينه يحطها على راسه مرة يحطها على قلبه ويبكي قالت له وما يبكيك شنوها الرسالة قال هذه رسالة من مولاي الحسين بن علي ما بها يا حبيب قال أما بعد عم يا حبيب فإنا قد نزلنا إلى أرض كربلة فلها تقصر بالنصرة بين يدينا تقول الرواية فقالت له وما عن تفاعل أراد أن يختبرها أراد أن يختبرها قال له والله أنا بعد شي أسوي يا أم القاسم أنت والأولاد وكذا خليني أنا أفكر بالأمر تقول الرواية فقامت وهي تلطم على رأسها قالت حبيب حبيب دعنا نأكل التراب اذهب إلى نصرة الحسين لا تتوقف عن نصرة الحسين يا حبيب يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته بكربلة يقولون نزل هو واخوته بكربلة يقولون صبط المصطفى حط الخيم ما لناصر يا حبيب وعنده أطفاله حرم كان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام ترضى لي بالخدر وحسين تسبانا سوتا وظلت تنادي وتخمش بالخدود منفرعة وظلت تنادي وتخمش بالخدود منفرعة حبيب كان ما تنهض حبيب وتطب ذيج المعبعة هات لعمامة ابن عمي واخذها المقنعة وظل عين لها حبيب وغصب هلت دمعت صاح بس عاد منها النخوات بس من الحنين أنا عبد الله ورسوله وعبد أمير المؤمنين ذا بقلبي من سمعت بكربلة خي محسين واسمعي يقولون جيمان لأعادي حاطت على رسلك يا أم القاسم على رسلك يا أم القاسم رتبنا أنا خارج والله خير وخليفة عليكم ما أدري أرجع أو ما أرجع أنا رتبت الأمور قال لأحد غلمانه خذ هذا الفرس واذهب به إلى ناحية البساتين خذ هذا الفرس واذهب به إلى ناحية البساتين تقول الرواية أخذه فاستبطعه حبيب حبيب شوية استبطع تقول الرواية ذهب لحبيب وإذا بذلك العبد يكلم الفرس قال له يا جواد والله إن لم يأتي سيدي حبيب لأمتطي أنك وأذهب إلى نصرة سيدي الحسين سمعه بكى حبيب قال مولاي أبا عبد الله حتى العبيد والغلمان تتمنى نصرتك ثم قال له يا هذا اذهب أنت حر لوجه الله يلا روح مع السلام هذه كلمات رائعة منك أنا أطلقك أطلقه حبيب حبيب استوى على ظهر جواده أشوف هذا العبد يلحق حبيب يمشي وراه يركض يهرون قال له تعال أنا ما أطلقتك قال بلى قال له زينتش حقا لا أحقني بعد ليش جاي وراي قال له أنت تذهب إلى الجنة وتتركني أريد أن أذهب معك إلى نصرة الحسين أنت أطلقتني في سبيل الله وأنا أريد الذهاب إلى الحسين إلى الجنة أقسمت عليك بحق مولانا الحسين إلا ما أخذتني معك ردفه حبيب أخذه الإمام الحسين في كربلاء الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وزع الرايات يا مؤمنين وزع الرايات راية لزهير راية لقرير راية الكبرى عند أبي الفضل بقت راية واحدة الإمام الحسين تركها على جانب قال له من له هذه الراية؟ من حقه؟ قال سوف يأتي صاحبها لاحقا سوف يأتي صاحب هذه الراية تقول الرواية في يوم عاشراء بينما هم كذلك وإذا قد طلع عليهم خيال ومعه رجل وإذا بالحسين ينادي أخي أبا الفضل ولدي علي الأكبر يا آل بني هاشم أيها الأصحاب قوموا واستقبلوا عمنا حبيب هيا استقبلوا عمنا حبيب فقد أتى إلى نصرتنا تقول الرواية فجاءوا وكل ينادي سلام عليك عم يا حبيب والله ما حلاذيت الشماء أيل من حبيبي بكربلة ما حصوتك ما حلاذيت الشماء أيل من حبيبي بكربلة طلع عباس البطال وأولاد أخوه يستقبله مرحبا يقل له الشهي إدو زينب تقل له هلا وصل مستبشر لأبو سكنه وتناول رايته قال من زينب سلام ومدمعه في الحال سال وأقبل يسلم على ذيك الحرائر والعيال صاح يا وسف يا زينب تركبين على الجمال حيتها بحسن تحي هي وسر قلبها بشوفته صاح يا زينب يا الذي من قبل كنت مدلل تروح شيعتكم طبق ولا تركبين ناقم هزلة في دول حسين الشهيد تروح كلها شيعته تقول الرواية أقبل قيل لقال له الإمام الحسين إن زينب تقرئك السلام قرب من ناحية مخيم النساء قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وهو يحث التراب على رأسه خرجت زينب عم يا حبيب قال فدائك يا حبيب قالت حبيب حبيب لا تقصر عن نصرة هذا الغريب حبيب عم يا حبيب لا تقصر عن نصرة هذا الغريب قال والله لعنع منك عينا يا ابنة علي الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وقف وجمع الأصحاب في ليلة عاشوراء جمع الأصحاب خطب فيهم خطبة قال أيها الناس إن الناس عبيدة الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معايشهم وإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن إلى لقاء ربه محقا الإمام الحسين وضح لهم صلوات الله وسلامه على ما يلقون وأنهم إن شاء الله في يوم الغدد في الجنان يكونون عند ذلك وين رجع الإمام الحسين؟ رجع واختلى بأخته زينب سلام الله عليه بالخيمة زهير بن برير يقول تبعت الحسين رأيته دخل في خيمة زينب زينب ش تقول له؟ تقول له أخي حسين استبنت أصحابك نياتهم عند استكاك الأسنة ضرب السيوف طعن الرماح ما يتخلون عنك قال اختبرتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس البطل الذي يقدم نفسه في سبيل الله زهير ما سمع هذه الكلمات راح وقف على ربه صح يا أبطال الصفاح يا فرسان الحيجاح تبادرت إليه البدور من كل بكان كل ينادي لبيك لبيك يقدمهم أبو الفضل العباس حاسروا الراس قال لا سهرت عيونكم يا بني هاشم أنا كلامي مع الأصحاب ارجعوا يا بني هاشم ارجعوا رجعوا الإمام الحسين جاء وقف رجع بني هاشم قال لهم زهير اسمعوا إني سمعت من زينب ترى قلبها ممط من الليل حين علينا زينب تقول حق الإمام الحسين استبنت أصحابك نياتهم أخافي خلونك عند الوثبة عند الوثبة استكاك الأسنة ها لازم إحنا لحين نذهب إلى زينب الإمام الحسين ذهب قال زينب قومي لهم وطيبي خاطرهم زينب لقد استنفرت بيهم جميعا اذهبي إليهم زينب جاءت إليهم بأبيهم وعمي وإذا بها جاءت بأخذوا يتباكون يمينا وشما والله يحلي الشيام هذا محلكم محلكم يحلي الشيام هذا محلكم وللموز ما ما تذخر حمامكم مهم ناس بيكرم منكم تخلون بالشدة حرمكم لاحظوا أعطيك نماذج نماذج من الأصحاب زهير يقف يقول أبا عبد الله والله لو أني أقتل فأحرق فأذر في الهواء يفعل بي ذلك سبعين مرة ما تركتك يا أبا عبد الله الثاني يقول والله يا أبا عبد الله والله يا أبا عبد الله لو أقطع بالسيوف إربا إرباه ما تركتك أبدا كيف وهي قتلة واحدة وبعدها شفاعة أبيك أمير المؤمنين علي بن أبي ظالم وتكلم الأصحاب واحد بعد الآخر تقول الرواية في يوم عاشراء جاء هذا البطل سعيد وقف وين الإمام الحسين أراد أن يصلي صلاة الظهر هذا قال له سعيد قال للحسين أحب أن أصلي مع جدك رسول الله بالجن قال سعيد أنت تقف أمامي تتق السيوف تتقي الضربات تتقي النبال تتقي الحجارة قال بلى أفعل يا ابن رسول الله وفعلا وقف أمام الحسين يأتي السهم من هنا يضير سعيد من هنا تأتي الحجارة من هنا تضرب سعيد من هنا يأتي الرمح من هنا يرتكز في سعيد من هنا ثابت الرجل ما عنده تزعزع إلى أن فرغ الحسين ذهب إلى سعيد رآه بالرمق الأخير قال أوفيت يا ابن رسول الله وفيت أنا وفيت لك هذه وفاء قال نعم نعم جزاك الله خيرا والله إنك سعيد في الدنيا والآخرة لاحظوا نموذج العبطال لاحظوا الذين قد ثبتوا مع الحسين ولم يخونوا ولم يتزعزعوا لاحظوا الذين عرفوا محمد وآل محمد عرفوا الصلاة على محمد وآل محمد وقوموا الصلاة على محمد وآل محمد الحر هذا الرذي قد جعجع بالحسين جاء في يوم عاشراء يا ابن رسول الله إني تائب هل ترى لي من توبة قال أنتم تاب الله عليك لا تثريب عليك أبدا الإمام الحسين ليس في قلبه شيء على أحد أبدا وإذا بهذا البطل يقاتل قتال الأبطال الإمام الحسود يوقف عليه يقول له ما خطت أمك من زمتك جون عبد أسود مولى لأبي ذر الإمام الحسين قال له أنت عبد روح ما حق جاين روح أنت لا تثريب عليك أبدا القوم يطلبوني أنا وأهل بيتي أنت روح هذا بكى قال يا ابن رسول الله أنا بالرخاء ألحس ألحس قصاعكم وفي الشدة أترككم لا والله لا والله يا أبا عبد الله حسين إن وجهي أسود ريحينة حسبي لئيم فتنفس علي بالجنة يا ابن رسول الله يبيض وجهي يطيب ريحي يسمو حسبي ونسبي تقول الرواية فقاتل قتال الأبطال إلى أن سقط إلى المعركة الإمام الحسين من سقط جون الإمام الحسين راح وضع خده على خد جون مثل ما فعل مع علي لأكبر الإمام الحسين ما عنده عنصرية الإمام الحسين ما عنده تفرقة الإمام الحسين لم يكن هناك عنده شيء أبدا لأن الجميع سواسية الإمام الحسين وضع خده على خد جون جون تبسم قال من مثلي وقد وضع ابن رسول الله خده على خده يقولون أرباب المقاتل بعد ثلاثة أيام من المعركة مررنا على الجثث رأينا جثة لم نرى أطيب منها ريحا ولا أنور منها سألنا عنها قيل هذه لجون مولى أبي ذا هذا الأمي خالف إذا تعبتك أجرك على أبا عبد الله أجرك على أنصار الحسين أعطيك بعد نموذج وأخلص معاك هذا وهب وهب هو طفل صغير لكن هذا عجيب هذا غير 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 أصحاب الحسين أسمع أسمع راح أخليك تبجي بس أصبر أصبر الله يرحم والديك أعرني أعرني استماعك هذا غير عن كل أصحاب الحسين هذا وهب هذا طفل صغير أسمع هذا أبوه قتل بالحملة الأولى خمسين قد قتلوا خمسين بالحملة الأولى قتلوا من ضمن الذين قتلوا أبو وهب هذا هذا ماء الحسين صاح وغربتاه وقلة ناصره هل من ذاب يذب عنه هل من محام يحامي عن بنات رسول الله وغربتاه وعطشاه وقلة ناصره أنا الحسين بن علي أنا بن رسول الله أستصرخكم أناديكم أما فيكم حمية تقول الرواية وإذا بهذا وهب أم جابته ألبسته السيف السيف كان يخط بالأرض كان طفل صغير السيف يخط بالأرض جاء وهو ينادي لبيك أبا عبد الله لبيك أبا عبد الله صح ونادي لبيك يا أبا عبد الله إن لم يجبك في ذلك اليوم اسمي تجيبك اليوم يجيبك اليوم صوتي وقلبي ونفس جاء وهب الإمام الحسين قال هذا ولد قتل أبوه بالحملة الأولى ارجعوه إلى أمه لعله تستأنس به قال للمولاي أمي التي أرسلتني قال أرجعوه ميخال فالإمام الحسين أبا عليه رجع هذه شافته أمه رجع قالت له ليش قال سيدير أرجعني قالت لعله استصغر سنك رأى السيف يخط بالأرض تعال تعال عمدت إلى ثيابه رفعتها ثم شدت السيف وجابت من إيده إلى الإمام الحسين هي الأم لاحظ لاحظ هذا النموذج ها صور هذا المنظر بقلبك قالت أبا عبد الله حسين أقصب عليك بجدك رسول الله بأمك أمي بأمك فاضبة الزهراء أتذكل الزهراء بولدها ولا أذكل عنها بولدي دع ولدي يقاتل بين يديك يا ابن رسول الله خرج هذا الطفل عجيب والله العظيم هذا أعجب وأغرب وأكبر نموذج وأغرب نموذج رأيته للإمام الحسين كل الأنصار الذين خرجوا يعتزون بحسبهم بنسبهم بعوائلهم أنا حبيب وأبي مظاحر هذا يقول أنا الحر ومع والضيفي ذاك يقول كذا وكذا هذا وين نسب نفسه راح إلى الحسين يبرز يقول أميري حسين ونعمال بارك الله في هذه الأصوات لا عمية هذه العيون لا خفتت هذه القلوب شايف المحبة ها طفل طفل صغير والنسب نفسه إلى الحسين ترك عائلته ترك حسبه ونسبه والراح راح إلى محمد وآل محمد أميري حسين ونعمال أمير سرور فؤاد البشير بشير النذي علي وفاطمة والداح فهل تعلمون له من بشير قاتل قتال الأبطال إلى أن سقط وقع بالمعركة أم تشوفه وقع بالمعركة أمه أخذت عمود خيمة جرت عمود خيمة وانحضرت إلى ميدان القتال أنا عجوز سيدي ضعيف خالية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريف الإمام الحسين قال لي علي الأكبر يا علي الأكبر أنت روح جيب الولد لا تعذى خوافر الخيل بسرعة طلع للولد من تحت حوافر الخيل الإمام الحسين لحق أم وهب قال أم وهب ارجعي ارجعي كتب القتال على الرجال وعلى المحصنات جرت ذيول أرجعها عليه الأكبر يقول ذهبت إلى وهب يحفص الأرض برجله في آخر لحظات حياته أشوف شفتين التمتم شنو يقول وهب شنو يقول يقول وضعت إذني عند فم وهب شنو يقول وهب اسمع اسمع قال سيدي اجعلوا رحال أمي إلى رحالكم فقد أصبحت غريبة ليس لها أحد أبدا حمله علي الأكبر جاب إلى المخيف أم تشوف جدامها مقتول مرمل بدمه صاحت يا شبان يا شبان بل لا تونون لا تونون والله تشعبون قلبي من تصيح شبان 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 مثل الله ساعد اللي رايح عليهم الشبان الله ساعد اللي رايح عليه شباب شبان شبان مثل الورد يزهون والله حساب على الغبر ينام بيت الدعاء أسعلك الدعاء سامحني تعبدك هذه الليلة أجرك على أبا عبد الله الحسين حميد بن مسلم اسمع حميد بن مسلم يقول يقول بعد أن قتل الأصحاب وقف الإمام الحسين ينادي يا أهل الصفا ويا فرسان الهيجاه ما لأكلبكم فلا تجيبون وأستصرخكم فلا تصرخون فوالله لقد صرعكم ريب المنون وإلا ما كنتم عن إجابة إمامكم تقصرون يقول رأيت الأجساد اضطربت قامت تضطرب الأجساد يمينة شمالة الإمام يزلباب الحسين ينادي في تلك اللحظة أحبائي لو غير الحمى آيام أصابك عتبت ولكن ما على الميوت معتايا يا أبو كرب لا لازلت كربا وبلا ساداتنا موالينا شيوخنا المباركين تفضلوا الدعاء مولاي يا الله يا الله يا الله يا الله أرفع أيديكم بالدعاء عندنا مرضى كثيرين من خدام الحسين وفي المستشفيات الأوراق ما شاء الله كثيرة الطلبات كثيرة إلهي إلهي يا الله بحق هذه الليلة ليلة الجمعة ليلة استجابة الدعاء إلهي بالصلاة على محمد وعلي محمد أرفعوا أيديكم بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكيب السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكيب السوء يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما خلقت من جميع أصناف خلقك وزيدة عرشك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله ولا عيبا إلا سترته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا رزقا إلا بصدته ولا سوءا إلا صرفته ولا مكروحا إلا دفعته ولا عدوا إلا أكدته ولا مرضا إلا شفيته ولا شملا إلا لممته ولا دينا إلا قضيته ولا خوفا إلا آمنته ولا غائبا إلا أدنيته ولا حاجة لك فيها رضا ولا نافيا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اجعل هذا بلداً آمداً وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون علماءنا الماضين الربانيين اللهم تغمدهم بواسع من رحمتك يا أرحم الراحمين أيد وسدد حماة الدين في مشارق الأرض ومغاربها سيمة من حضر في مجلسنا هذا اللهم أيدهم بتأييداتك يا رب العالمين المؤسسون لهذا المأتم الخدمة في هذا المأتم السامعون الجالسون اللهم تقبل منا يا كريم بأحسن القبول يا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات والمؤسسون والسامعون والجالسون رحم الله من ذكر للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة